موسيقى موسيقى نورت لنا الستوديو يا حمد نور وجودكم لكن انا بدي ابوسك ما بقدر صباح الخير اماني لان هي اللي شافتني اول مرة عدت في دان انا شفتك اهلاً وسهلاً بكي كيف حالك؟ حمام حبيب قلبي انت كيف حالك؟ احنا كتير مبسطين انك انت موجود معانا اليوم لان انا صرت معاكم بالعمل انت صرت معنا بالعمل واحنا كتير سعيدين انت اكتر واحد من كون مبسوطين فيك انك انت تكون معنا بالعمل يا حمد طيب حمد لما انت هلا جوه الستوديو شايف الاضاءة والكاميرات حلو؟ اه زي ما توقعت؟ ولا اصغر ولا اكبر؟ بس مزعج الاضاءة بتوجع العينين ام شوي بس وانا اللابس النظرة بتعكس اه بتعكس مظبوط معك حق صبح الخير اماني الله يخليليك حمد انا وميس الصبو حكينا انه هو يمكن من احلى الفقرات واحلى اللفتات اللي عملناها هو احلى هدية للبرنامج خابرينا ليه حبت تتواصلي مع السوشال ميديا شو كان يحكيلك حماد عن الشهرة وانه نفسي يكون مزيع هو كتير بيحب التلفزيون كل مرة عم بيشوف يعني برنامج اوش ازاي هيك عم بيحكيلي انه نفسي اكون على التلفزيون نفسي اكون مشهور نفسي كل ناس يشوفوني فا يعني انك ما طمشتي رغبت الحمدلله يعني انا في ايش عم بحاول انه كل اشي اعمل ليه هلا احنا على الهوى احنا هلا هلا احنا دعم الكاميرا هلو هاي اعطيك ايها هدية تتذكرني اه خلص هلا بعطيك ايها بس لما تشوفها بتتذكرني اوكي اه بس اه بس لابسك اياها بس ما بيصير ضلك لابسها هاي للذكرة عشان لولاد ما بيبس واساور شكرا اوكي طيب هاي ذكرة من دانا تذكر دنيا يا دنيا وتذكر رؤية فيها اه بعدين رح رح نروح لتصوير ثاني صحو لما نروح هايو هلا شايف الكاميرا اللي مضوية لون احمر هلأ كل الناس بالبيت عم بتتشوفك التلفزيون هاي انت شايف حالك هيك كيف انت طالع على الشاشة اللي عشمال هيك الناس تخيل بيكون في ملايين ناس كتير كتير شايف اعمل هيك بتشوف حالك يا حبيبي اطيبك طيب اقولي يعني الكاميرا هي تصورني اه الكاميرا هاي عم بتصورها هي الكاميرا عم بتصورك احلى يجي ممكن يطلع على الكاميرا يا حبيبي الله يساعدك طب حمد انت بتروع المدرسة بس لما درستي هلأ جديدة وهلأ تأخرت عليها بس عادي اه طبعا عادي لازم كل المدرسة شايفينك لانه لانك طالع على التلفزيون فاكيد بيكون عادي اه و لما نروح عالم وشتنا التاني رح ارجعها اليك طيب اوكي خلص واستنع طب ست اماني يعني فعليا انا بدي احييك انا اول سؤال سألتك اياه على اي مدرسة بيروح حمد قلتلي انه هو مندمج بالمدارس المعتادة وقدي هذا الموضوع مهم جدا خصوصا للأهل اللي بيكون لديهم ايمان كتير قوي بانه ابناؤهم لهم الحق بانهم يندمجوا خصوصا لما اعاقاتهم ما تكون شديدة جدا تكون متوسطة او تكون خفية اه بس حد رجعلك اياها يعني امراج حمد حمد عم بعمل بريق يعني مش مشكلة بس احنا من نسمع من صد امان هذه هدية مطلجة صعب كتير لما يكون عندك طفل ما فيه اي اشي بتكوني انتي بديك تحطيه بمدرسة فتضطري انك تروحي تسألي المدارس طبعا يعني انا بدي احكي عن قانون الدنمج انه هو قانون مش مفاعل حاليا بس يعني عم بصير الموضوع انه يعني نوعا ما باجتهات فردي من بعض المدارس يعني هو القانون مش مفاعل فكتير صعب انه يكون عندك ابن عقله سليم جدا وبديك تحطيه مع اطفال احتياجات خاصة خصوصا انه احنا عم بدمجوا كل الحالات يعني مع احترامي للجميع طبعا بس فيه ناس بتكون مؤهلاتهم كتير يعني قليلة او كتير محدودة فصعب احط ابني معاهم فلهيك انا لا اتوجهت لموضوع الدمج يعني عن طريق مدرسة قريبة من عنا كتير حلو وحطنا فيها والحمد الله هو كتير يعني حسنتي تطور لما دمجتيه بالمدارس العادي طبعا طبعا طب قلينا اليوم كيف كانت ردة فعل حمد الصبح لما دخل عليه هيثم يعني قدي كان الموضوع مفاجأة بالنسبة اليه طبعا كتير كان متفاجأ بس هو عرف هيثم لاني فرجته هي اليوتيوب يعني حبت انه اعطي يعني فكرة عنه بس هو كدير مبساط طبعا احنا بالسيارة كان كتير يعني يعني عم بحكي لي انه قدش هو مبسوط هو عم بيسأل عن تفاصيل بحكي ليش مركب المايك هلا هادا ركبنا لك هالجهاز هو مايكريفون عشان لما تحكي يطلع صوتك على الهواء اوكي؟ وشايف هذا الجهاز اللي عنده هذا هو السر يعني صوتك ما بيطلع اذا ماك بسن هاي الكبسل اللي بالجهاز حمد احكي لي اليوم لما شفت هيثم كنت متوقع انك انت هيك تشوف هايثم قدام بيتك اجاك عند بيتك عند ابو نصير اوه كنت متوقع انك رح تشوف هايثم مفاجأة ولا كنت عم تستنى اوه مفاجأة مفاجأة ايش احلى مفاجأة صارت لك حمد احلى مفاجأة عملت لك اياها ماما اوه احكي لكم مفاجأتي اللي رح احكيه هامو وانا على الهواء يلا احكي ايش تحبتك يلا احكي بس لازم لازم تشغل الجهاز اول هيا شعال لو سمحتوا تأكدوا الجهاز ممشغل يلا حسين احكي ام انت حكيت لي بتحب جنه ونطو صح التقرير هم برقص بجنه ونطو عشان حفظه طيب خلينا احنا رح نجهز لك جنه ونطو عشانك بتحبها هاد التقرير كنت تشوف هيتم هو برقص صح صح وان الشاشة اللي شفتها هلا بنا نعرضه كمان شوي هناك كمان شوي اه بس احنا غيرنا الستوديو ما كان هيك وقت التقرير عشان هيك تغير عليك اوكي وحب اللي برقصه اظن مش حب اللي برقصه ويسأل ليش تغير لستوديو احنا لعزم نجيب هاي فهم يرقص قدامك جنه تغيرنا لانه منحب داما نحط اشياء جديدة طب اماني احكيلي اه حمد تحديدا اه بشكل عام لما تشوفي انه مثلا عنده طموح معين وعنده اشي حابب يوصله اه بحسي انه اه بحسي انه اه بحسي اصعب من غيره اه ولا بتحسي بالعكس سبحان الله ربنا بيعوض وبيعطي مواهب وبيعطي اشياء مش موجودة بباقي الاطفال حتى هو الحمدلله يعني كعقل مش زي الثانين يعني انا عم بتفاهم معه كأني بتفاهم مع شب كبير يعني هو عندي هو عندي طفل اه تفسي قدراته الاستيعابية يعني هداك بتعامل معه عنه بيبي بس حمد بتعامل معه واحد حمد ايش بتاك تقول ماما لما احرك ايدي هاي تطلع ايدي تاجة ليش؟ ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه وليمين شمال؟ يعني بدنا ندرس اليوم فنون التصوير لا اليوم نحن نظلنا عادين كمان ساعة ساعتين نحكي لحمد طب حمد بتحلم انك تكون مزيع يوم من الأيام كيف مثلا هيثم بيوقف قدام الكاميرا؟ أبالي مش تغلب شغلي طب وإيش بتحب تحكي مواضيع هيك؟ شو الموضوع بتحب تحكي فيه لما نحط قدامك الكاميرا حمد؟ طب إيش بتحب تحكي لأولاد صفك للمس للمعلمة لماما رح أحكي له رح أحكي لكم مفاجأة تانية إيش المفاجأة أماني؟ تقدري تغشي شينا؟ احكي ماما المفاجأة يلا أنا ما بعرف شكرا محضر لها لا لا هذه المفاجأة مختلفة اللي حكيت لها إليك يب احكينا إياها يلا على الهواء مليئ بالمفاجأات احكي يلا واحد اتنين تلات بس لازم يكون كل حدا يردد وراي طيب يلا احكي واحنا منويا لحيد وراك يلا مايك المفاجأت ہے صوتك يم psychological اوه اطلع لك يا تمسيكو عشان تطمل استليم امسك هكي ايوا امسك هكي يلا احكي أظن إutto اشغال السغال شغال حبيبي لا استغلاء شغال حبيبي تقدروا تسمعوا بل ستوديو صوته ؟ طيب هلأ تسمع صوتك tour السماعات الحمد يلا أحكي يلا احكي شايف اي سبا اه ايوه يلا ايج تتحكي لنا حلو يلا احكي هامد يلا اسمنا المفاشرة هسا ايج تتحكي لنا رؤية تحب رؤية تحب دنيا دنيا هسا انا احب برمان اشكل كتير واحلمت اني اصير من مضيع عينو هسا احب تحقق وراح احكي الكلام المفاجئ يلا هسا ردد وراي يلا منردد بسرعة انا احب انا احب احبكو كتير كتير احب برنامشكو احب برنامشكو وحسا أنا صرف بدل برنامج أنت أحلى وأهم واحد في البرنامج يا حماد وبدنا نختم على الأغنية اللي أنت بتحبها تسامع؟ بس فرح يكون فيها يسموني راس شكر إليك أماني الله يخلي لك حماد يعني فعلاً كتير مبسوطين لدي تقرير أخير يلا شغل المايكروفون شغل شغل المايكروفون حماد ننهي البرنامج على حماد أحب أصدقاء مدرسة جديدة نعمل لهم باي لأصدقاء مدرسة شكراً حماد شكراً أماني أحلى تحية لكم وإن شاء الله يا رب دايماً هذا أكبر دليل أن الأحلام تتحقق يلا حكي لهم باي 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 حماد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى